بسم الله الرحمن الرحيم من نماذج الدروس المرئية في مادة الرياضيات درس الاتصال على فترة سوف نتكلم في هذا اللقاء عن تعريف الاتصال على الفترة المفتوحة أو المغلقة وندرس بعض الدوال المتصلة على فترات الاتصال على فترة تعريف الاتصال على الفترة المفتوحة إذا كانت F معرفة على الفترة من A إلى B فإننا نقول أن الدالة F متصلة على هذه الفترة المفتوحة إذا كانت متصلة عند كل X تنتمي إلى هذه الفترة بينما نقول عن الدالة أنه متصلة على الفترة المغلقة A-B إذا كانت معرفة على هذه الفترة وحققت الشروط الثلاثة التالية أولاً الدالة F متصلة على الفترة المفتوحة A-B ثانياً أن تكون متصلة عند X يساوي A من اليمين أي أن يكون نهاية Fx عندما X تقول إلى A من اليمين يساوي F-A ثالثاً أن تكون متصلة عند X يساوي B من جهة اليسار أي أن يكون Limit Fx عندما X تقول إلى B من اليسار يساوي إلى FB ملاحظات إذا تحقق الشرط الأول والثاني فقط من التعريف نقول أن الدالة متصلة على الفترة A-B مغلقة من عند A ومفتوحة عند B إذن إذا كانت متصلة فقط من اليمين عند A وغير متصلة عند B من اليسار طبعاً متصلة على الفترة المفتوحة نغلق فقط القوس من طرف A بينما إذا تحقق الشرطان واحد والثلاثة فإن F تكون متصلة على الفترة A-B مفتوحة من A ومغلقة من B إذن إذا لم يكن الشرط الثاني محقق أي الدالة غير متصلة عند A من اليمين وبالتالي تكتب بهذا الشكل تبقى النظرية أربعة طالح صحيحة إذا استبدلنا النقطة بفترة بحيث تكون هذه الفترة مجموعة جزئية من مجال الدالة إذا كانت الدالة متصلة على فترة ما فإنها متصلة على أي فترة جزئية منها إذا كانت الدالة متصلة على كل من الفترتين من A إلى C ومن C إلى B فإنها متصلة من A إلى B يجب الانتباه في هذه المراهضة أن C يجب أن تكون مغلقة من الطرفين في الفترة الأولى وفي الفترة الثانية حتى نستطيع كتابة الاتصال على فترة واحدة يبقى التعريف عشرة صحيحا في حالة الفترات التي على الصورة من A إلى Infinity أو من سالب Infinity إلى B إذا كانت فترة تحتوي سالب Infinity أو موجب Infinity يبقى هذا التعريف صحيحا تمرين ادرس اتصال F على الفترة المبينة أولاً F حدودية نسبية Fx تساوي 2x زائد واحد على x تربية زائد اثنان والمطروب دراسة اتصال هذه الدالة على الفترة المغلقة من صفر إلى ثلاث ثانياً Fx تساوي x على x تربية ناقص واحد والمطروب دراسة اتصال على الفترة من صفر إلى اثنان مغلقة نبدأ بالتمرين الأول بما أن هذه الدالة حدودية نسبية نلاحظ أن المقام x تربية زائد اثنان لا يمكن أن يساوي الصفر ليس لهذه المعادلة حل مهما كان x من R إذن F متصلة على كامل R أو عند كل عدد حقيقي من R فهي متصلة على كامل R وبما أن الفترة المغلقة من صفر إلى ثلاث محتوى في R إذن الدالة متصلة على الفترة من صفر إلى ثلاث حسب الملاحظات إذا كانت الدالة متصلة على مجموعة ما فهي متصلة على كل مجموعة جزئية محتوى في هذه المجموعة التمرين الثاني أيضاً F حدودية نسبية نوجد أصوار المقام لاحظ أصوار المقام x تربية ناقص واحد يساوي الصفر عند سالب واحد وواحد نلاحظ أن العدد واحد ينتمي لهذه الفترة الدالة متصلة إذن على كل R ما عدا عند هذين العددين لأن هذين العددين أصوار المقام الواحد ينتمي لهذه الفترة والدالة غير متصلة عند الواحد إذن لا نستطيع أن نقول أن الدالة متصلة على الفترة المغلقة من صفر إلى اثنان وإنما هي متصلة من صفر إلى اثنان ما عدا الواحد ويمكن كتابة هذا الشكل من صفر إلى واحد ومن واحد إلى اثنان إذن F متصلة على كل من الفترتين من صفر إلى واحد ومن واحد إلى اثنان تمرين آخر أوجد قيم AB بحيث تكون كل دالة متصلة على مجالها R أو بحيث تكون هذه الدالة متصلة على مجالها وهو R أعطاني دالة معرفة بأكثر من قاعدة رابوت والمطلوب إيجاد قيم الثوابت A وB الدالة من الشكل X تربية ناقص A إذا كان X أصغر من صفر وإثنان إذا كان X يساوي الصفر وA X زائد B إذا كان X أكبر من الصفر بما أن الدالة متصلة على R على كامل مجال فهي متصلة عند كل عدد حقيقي من R إذن هي متصلة عند الصفر نعود إلى تعريف الاتصال عند نقطة بما أنها متصلة عند نقطة فيجب أن تكون النهاية من اليمين تساوي النهاية من اليسار وتساوي صورة هذا العدد نوجد النهاية من اليمين واليسار والصورة إذن نبتدي بالصورة F الصفر نلاحظ F الصفر يساوي 2 الفرع الأوسط النهاية من اليسار هذا هو الفرع الواقع على يسار الصفر وX تربية ناقص A وبالتعويض عن كل X بA على أعتبار أن هذه الدالة حدودية نحصل على سالب A بما أن الدالة متصلة إذن نهاية من اليسار تساوي الصورة هذا يعني أن سالب A يساوي إلى 2 ومنه A تساوي إلى سالب 2 إذن A سالب 2 والF صفر تساوي إلى 2 الآن نوجد نهاية من اليمين نهاية Fx عندما X تقول إلى صفر من اليمين تساوي نهاية هذا الفرع هذه القاعدة AX زائد B حدودية نعوض مكان كل X لصفر نحصل على B بما أن الدالة متصلة عند الصفر فالنهاية من اليمين تساوي الصورة أي أن B تساوي إلى 2 إذن استخدمنا الاتصال على هذه الفترة لنؤكد أنها متصلة عند نقطة ثم نستخدم تعريف الاتصال عند نقطة من أجل إيجاد قيم الثوابت A وB تعرفنا على الاتصال على الفترة المغلقة وعلى الفترة المفتوحة واستخدمناها في حل بعض التمارين وإلى لقاء آخر من حلقات نماذج الدروس المرئية في مادة الرياضيات